بين عمليتين عسكريتين مرتقبتين يتأرجح الجدل بشأن الأوضاع في الشمال السوري فالمشاورات العسكرية الأخيرة في موسكو بين الأتراك والروس ربما تشير إلى غرب البدء بعملية مشتركة ضد هيئة تحرير الشام في إدلب لا سيما أن وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو كشف مؤخرا عن مقترح روسي بشأن عملية المشتركة لإخراج من وصفهم الإرهابيين من إدلب متهما في الوقت نفسه بعض دول التحالف الدولي بدعم هيئة تحرير الشام بهدف تعطيل اتفاق سوتي وهو الأمر الذي قد يدفع أنقرة وموسكو إلى المبادرة بعمل عسكري مشترك يضمن استمرار تنفيذ الاتفاق أما عن ميليشيا حماية الشعب الكردية والعملية التركية المتوقعة ضدهم فإن الأمور بهذا الشأن بدت أكثر تعقيدا في ظل تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من الشمال السوري وما عقبه من تجاذبات أمريكية تركية بشأن التحالف بين واشنطن والميليشيات الكردية التي تصنفها أنقرة ضمن المنظمات الإرهابية تركيا من جهتها تؤكد أنها ستتخذ بنفسها ما يلزم من إجراءات ضد كل المحاولات الرامية لإنشاء ممر إرهابي في سوريا بما يتضمن استخدام القوة في حال تطلب ذلك الحفاظ على أمنها القومي وفي سياق الشد والجذب بين أنقرة وواشنطن يتجدد الحديث عن فكرة إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري فكرة لا ترفضها روسيا رفضا قاطعا بحسب تصريحات لوزير الخارجية التركي الذي أكد أن تفاصيل الفكرة سيتم بحثها بعد أيام في واشنطن خلال اجتماع لمجموعة عمل مشترك تركية أمريكية وسط أجواء الجدل والغموض هذه يأتي موقف جديد للميليشيات الكردية السورية تعلن من خلاله استعدادها للحوار مع تركيا من أجل إنهاء الصراع ملمحة إلى إمكانية فك ارتباطها بتنظيم البكك الكردي التركي موقف يثير مزيدا من التساؤلات عن احتمالات التغيير في معادلات القوة على الأرض في الشمال السوري والمنطقة في ظل ما يبدو تراجعا للدور الأمريكي المؤثر في قضايا غساخنة اشتركوا في القناة